منذ بداية الحرب سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى حصر هذه الحرب في رقعة غزة فقط لم ترد للجبهة الشمالية أو لجبهة الجنوب اللبناني أن تدخل في هذه الحرب وكان هناك جهود حتى أمريكية إيرانية صحيح ولكن هي لم تحصر المعركة فقط في غزة ولكن كانت المعارض في الجبهات الأخرى ضمن قواعد اشتباك معينة وفي نطاق يمكن تحمله ويمكن استيعابه ولكن يبدو أن الإصرار الإسرائيلي المهزوم عمليا في قطع غزة والغير قادر على تحقيق إنجازات عسكرية أضف إلى ذلك فشل الدبلوماسية الأمريكية عن تحقيق اختراق ما في المنطقة بحاجة إلى ذلك التصعيد المرتقب في المنطقة ولاتساع دائرة النزاع من أجل تلك التسويات الكبرى ويبدو أن التفاهمات في سياق الإقليم الأشمع ليس في سياق ما تريد الولايات المتحدة مع السعودية والدول العربية يعني التي تسير في مسار تسوية سياسية معينة مع الأمريكي باتجاه تهدئة جبهة قطع غزة ولكن في النطاق الإقليم الأوسع معادلة إيران وتركيا والمنطقة والدول الإقليمية الوازنة تحتاج إلى تبتيبات أكثر ويبدو أن الأمريكي أصبح مقتنعا أن استراتيجياته في المنطقة لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار التفاهم مع روسيا والصين وحلفائهم في المنطقة إيران وغيرها ولهذا دعيني أقول أن يبدو أن محاور التصعيد في لبنان من جهة وباقي الجبهات تتكون سيدة الموقف ما لم يحدث خلال الساعات القليلة القادمة وأقول لم يبقى لنا إلا ساعات فاصلة في إنجاز ما يسمى الصفقة والهدنة والتهدئة قبل المغامرة الإسرائيلية باتجاه رفح من جهة والتصعيد عمليا بدأ باتجاه لبنان سيكون هناك هدنة ولو أبقتك خلال الأيام القليلة القادمة على الرغم من أنه انتهى مؤتمر أو الاجتماع الأمني الذي حصل في القاهرة الأمس ولم يصل إلى أي نتيجة هل تتوقع بأن يكون هناك ربما بارقة أمل لهدنة في الأيام القادمة حتى الآن لم يتم الحديد أولا يعني فيه هناك موقف ضبابي حول هذه المسألة أضف إلى ذلك يعني لا تقدم من جهة ولا انهيار بمعنى النهائي من جهة أخرى هل تستطيع الأطراف خلال الساعات القليلة القادمة عمل اختراق ما مفاجئة لكل الأطراف تضمن عمل اتساع هذه الحرب وعدم يعني تعزيز تلك الكارثة الإنسانية وزيادتها في قطاع غزة وتحديدا في رفاح ومنع الصدام المباشر عمليا بين إسرائيل ومصر خلال الفترة القادمة هذا يعني له علاقة في الحسابات المعقدة بين الأطراف ولكن أنا يعني لا أميل إلى تلك الاختراقة لأنه لا مؤشرات عليها ويبدو أن الإجماع الإسرائيلي بين المستوى الأمن العسكري وحتى المستوى السياسي باتجاه التصعيد باتجاه الشمال وفتح الجبهة مع رفاح هو سيد الموقف وعنوان التحركات الميدانية القادمة لإسرائيل خلال الأيام القادمة ولا يبدو أن الموقف الأمريكي واضح وحاسم وجدي حتى هذه اللحظة شكرا